هي في نقطة مهمة أن السمن المفرطة مرض لا يتم علاجه بصورة دائمة يعني مش عشانا عملت لك عملية خلاص انت كده تعليجت من السمن المفرطة انت عندك احنا مش عارف احنا قلنا الكلام ده المرفضة ولكن الاستعدادات ايه اللي بيؤدل السمن المفرطة اما استعداد جيني وده الناسبة الاكبر فانت هيفضل عندك الاستعداد الجيني ده مش هيتغير يمكن احنا اللي بنقدر نلعب فيه شوية اللي هو العوامل الانفيرومنتا اللي العوامل البيئية كمية الاكل طريقة الاكل السيدنتري لايفستايل اللي هو قاعد على طول اللي ما بيعملش رياضة اللي بيأكل سكريات كتير اللي بيأكل كمية اكل كتير اللي بيأكل فاسفود كتير فده اللي بنقدر نتحكم فيه عن طريق العمليات لكن الجزء الجينياتيك ده مش هيتغير فدايما نقول ان جراحات السمنة هي بداية للحل وليست حل يعني ليست علاج ايه هي بداية لحل مشكلة كبيرة جدا وباقي حلها في اتباعك لدعلمات الطبيب تغيير نمط الحياة يعني هو دايما الحل هو تغيير نمط الحياة ان المريض خلاص هيبدأ بالعملية دي هيبدأ نيو لايف هيبدأ نيو لايف ستايل هيبدأ يأكل اكل صحيح بطريقة صحية احنا مشهوش على دايت يعني الفرق ما بين الدايت والمريض بعد العملية انه هو ما فيش نقطة الحرمان لكن لازم ياخد بالانس الدايت لازم ياخد حاجات هيلتي لازم يبقى عند ترتيب اولويات في الاكل يبدأ بالبروتينز والخضار والفاكهة الحاجات اللي فيها حاجات انابوليكس البروتين ده عشان يبني عضلاته وجسمه والخضار والفاكهة ده مليام فيتامينز ومينرالز ده حاجة مهمة جدا عشان يكمل حياته بعد العملية ودائما نقوله ان انت بدأت الحل وليس ده نهاية الطريق وان انت كده خلاص حلت المشكلة لا انت هتفضل طول الوقت عندك هاجس ويجب ان يكون عنده هاجس انه هو ممكن يرجع زيد في الوزن لانه هو عنده استعداد من البداية انه هو يزيد وزن وانا ما كانش زاد وزنه في الأول